مازال تزايد معدلة التشوهات الخلقية للمواليد الجدد في العراق لسيما في المدن التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية خاصة من قبل القوات الأمريكية كالفلوجة مازال هذا التزايد يشكل هاجسا عند الأوساط الطبية والاجتماعية حيث سجلت مدينة الفلوجة وضواحيها النسبة الأعلى في هذه التشوهات تلتها الرمادي والخالدية وتلعفر ثم بغداد وتأتي هذه التشوهات في المواليد الجدد جراء استخدام القوات الأمريكية أسلحة الفوسفور الأبيض والنبالم ومواد مشعة أخرى مازالت عالقة في جدران المباني المدمرة الدكتورة ساميرا العاني المختصة في طب الأطفال وعضو لجنة متابعة التشوهات الخلقية في الفلوجة قالت إن معظم الإحصائيات المتوفرة عن هذا الملف تعود إلى سنوات سابقة لعدم قدرة الفرق الطبية على إجراء مسح جديد وذكرت الدكتورة العاني بأن الدراسة ذات الصلة بهذا الملف التي أعدت عام 2011 بيّنت أن من بين ألف مولود جديد يكون هناك 147 يولدون بتشوهات خلقية وأن نسبة تشوهات الفلوجة لوحدها تزيد 14 مرة عن مثيلاتها في مدينتي هيروشيما ونجزاكي في اليابان كما كشفت الدكتورة العاني عن زيادة قدرها 38 مرة في أعداد المصابين بسرطان الدم من سكان الفلوجة مقابل زيادة بلغت 17 مرة بين سكان هيروشيما كما أن إصابات سرطان الثدي عند الإناث سجلت عشرة أضعاف عن مثيلاتها في هيروشيما فضلاً عن الزيادات البلغة في أورام الدماغ عند البلغين وأكدت أنها سجلت بنفسها خلال عامين فقط 699 حالة من حالات العيوب الخلقية مثل الولادة بشفاه أرنبية وأطراف متضخمة أو منكمشة وأعمدة فقارية مشوهة وأغلب هذه الولادات المشوهة تنتهي بالموت بعد فترة وجيزة بعد ولادتها أو يتم اللجوء إلى الإجهاد وتشير الإحصاءات الرسمية السابقة عن وزارة البيئة في العراق عن وجود 300 موقع ملوث يحتاج إلى مليارات الدولارات وعشرات السنين لتطهيره بالإضافة إلى 63 موقع عسكري ملوثا نتيجة العمليات العسكرية وانتشار الملوثات الإشعاعية الأخرى